السلام عليكم ازاي ايكم عاملين ايه? النهاردة هوريكم ان شاء الله ازاي نحمر الكنافة ونشلها ونحفظها فعيلة بنحطها اطول فترة ممكنة. اه هنا انا معي كيلو كنافة بجيبها من عند الرجل طبعا متاع الكنافة. اول ما بجيبها بحطها في الفريزر. تجمد. ولما بتجمد بطلعها وبفرمها على طول. اه ده انا بس اسمت هنا الكنافة على بلتين لان البولة ما كانتش كفاية. وبقسم معي هنا السكر البودرة دول خمس معلق سكر بودرة وتلتميل جرام سامنة. هكتب لكم المقدير زي كل مرة في صندوق الوصف. اه بحط نصف كمية السمنة ونصف كمية السكر وهقلب كويس جدا عشان السكر والسمنة يتوزعوا كويس على الكنافة. زي ما انتم شايفين كده خلصت اول بولة. وبدخل على تاني بولة برضو نفس الطريقة. هحط السمنة وهحط السكر. واقلب كويس لحد ما تندمج المكونات مع بعض. واقلبهم كويس جدا. هنا انا عندي الكمية دي اتاخدت صاجين. كل بولة تقريبا حطتها في صاج. وبوزعها كويس. يعني بحاول اخلي الكمية مفروضة كويس. مش ما قطرش في مكان واقلل في مكان تاني. لا. بحاول الاساوي المأدير داية الكنافة يعني. وده الصاج التاني. زي ما قلت لكم اخدت معي صاجين. وهدخلها الفرن على الشوية. بشغل الشوية اللي من فوق. وبدخل الصاجين الفرن. كل خمس دقايق كده او كل دقائق على حسب حرارة فرنك عالية او متوسطة. انا بدخلها على فرن متوسطة. يعني يريد تزبوطي الحرارة. وبطلعها مسلا كل دقائق ثلاثة. يعني ببقى متابعيها ما بسبهاش. اطلعها بالشكل دوت اقلبها ودخلها تاني. وطلع وقلب ودخل تاني. ما بنسهاش عشان ما تتحرقش مني. بقلبها كويس وارح ما دخلها تاني. لحد ما تبتدي تصفر كلها كده. وبرضو بدخلها بعد كده بدخلها تاني. تاخد وش تاني. كل مرة هدخلها هتاخد وش واطلع اقلبها تاني. كده. اهي. اقلبها برضو كويس. انت لو عايز تحمريها عن كده اوكي. بس هي كده تمام قوي. وبسيبها تبرد تماما وبعدين بحطها في علب. ده شكلها نهائي. انا بحطها في علب اقدر بقى استعملها طول رمضان. جالب ضيوف تطلعها على طول وتستعمليها. اه كنفة بالمنجا بالفراولة بالترايفل. وجربوها وان شاء الله تعجبكم ورمضان كريم.